اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقتين جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي قبل أيام نشرت صحيفة الانديبنتد البريطانية تقريراً أو تحقيقاً صحفياً عن الحياة في العراق وتناولت جانب تفشي المخدرات في العراق خاصة في الجنوب تحدثت عن كل العراق لكن ركزت على الجنوب بشكل خاص وعلى البصرة بشكل أخص يعني تحت عنوان يعني جاء المقال أو جاء التحقيق تحت عنوان كيف يجتاح وباء الميثا مي فيتامين الكريستالي العراق وهذا مخدر الكريستال الذي يتحدثون عنه تحدثت أنه 90% تحدثت عن البصرة غارقة بمخدرات بالمخدرات وفرتها حقق يعني خفضت سعرها بنسبة 90% متوفرة جداً وسعرها اختلف من عام 2014 يتحدث عنها من 2014 وال2018 إلى غاية الآن أكثر من 90% من سعر المخدرات هذه قد انخفضها والتالي متداولة عند الجميع والكل يتعطاها قضية المخدرات في العراق قضية خطيرة جداً جداً حالها حال ربما يعني الآن الكثير يتحدثون الكثير من الدراسات التحدث والكثير من المختصين يتحدثون أن المخدرات وضاء المخدرات فيروس المخدرات هذا أخطر من فيروس كورونا على العراقيين عصابات وميليشيات يعني تنظيمات ميليشيوية وعصابات وميليشيات تابعة لإيران هي من تتولى جلب هذه المخدرات من إيران وتوزيعها ورعايتها وحمايتها انتشرت في البلاد في كل العراق مستقصدة الشباب طبعاً العراق كنت لما تعرفون 65% من أعمار سكانهم هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 25 سنة 65% فبالتالي ونسبة البطالة في هؤلاء الذين يعني الشباب تتراوح بين 60 إلى 70% نسبة البطالة بينهم خرجي كليات وخرجي معاهد وتاركين الدراسة وغيرها نسبة البطالة عالية ونسبة الفقر عالية جداً جداً وبالتالي نسبة اليأس عالية مواجهة ظروف الحياة البائسة والهروب من ظروف الحياة البائسة الآن تدفعهم بهذا الاتجاه فبالتالي إيران استقصدت إيصال هذه المخدرات إلى هؤلاء الشباب لكي يتخدر الشعب وبالتالي يسهل السيطرة عليه هذه واقع الحال والميليشيات والحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لحد الآن هي المسؤولة عن هذا لا يتحدثون عن نظام سابق ونظام غيرها من تأسيس الدولة العراقي عام 21 لغاية 2003 العراق بلد خالي من المخدرات العراق وبشهادة الأمم المتحدة العراق بلد خالي من المخدرات وكان العراق ربما البلد الوحيد في العالم اللي خالي نهائيا من المخدرات لا يتاجر بها ولا يتعاطاها ولا تمر به الآن العراق مركز لصناعة المخدرات لزراعة المخدرات لتوزيع المخدرات هذه كارثة كبيرة عصابات كاملة تشتغل فيها وإيران تزود العراق بكل يعني إيران وفغانستان مركز لهذه المخدرات ونقلت إيران كل مخدرات فتنقلها إلى العراق بالتالي وتستقصد بها الشباب الصحيفة تحدث ربما في تحقيقها يعني في لقاءات كثيرة مثلا تلتقي بشاب من أهل بغداد تقول أنه عمره 27 سنة مهما يكون اسمه تحدث أنه سرق قنينة الغاز للطبخ اللي استعملها أمه وأبوه سرقها من البيت وباعها لكي يشتري المخدرات باع الهاتف ماله باع حتى السرير ماله لكي يشتري هذه المخدرات الكريستال وبالتالي وصلت هذه الحالة ويقول ماذا نفعل يعني نحن نهرب من ظروفنا البائسة بهذا الشكل رغم التبرير الخطأ لكن هذا واقع الحالة اللي يحدث لذلك يتحدثوا عنه هذا الكريستال هذه المخدرات أخطر فيروس أخطر من فيروس الكورونا في العراق الأمم المتحدة تحدثت عن في شباط الماضي في تقرير لها في شباط الماضي يعني قبل أكثر من شهرين تقول أن الكريستال هذا أصبح المخدر الرئيسي وهو يدخل العراق من إيران وصارت له في العراق معامل تقوم بتصنيعه بعد جلب مواد الأولية من إيران أو إن لم تستطع المواد يعني أن يأتي كاملا فتصنعه في العراق لديه مصانع والآن هذه المصانع برعاية الميليشيات رسالة وأحزاب وقوى متنفذة في العراق لا أحد يستطيع أن يفعل هذا لم يكن متنفذا تحدثت ويأجهزة الشرطة يعني الانديبندل تقول نسبة المدمنين على الكريستال منذ عام 2014 و2017 زادت أكثر من 40% نسبة تجار المخدرات زادت أكثر من 30% خلال هذه الفترة أسعار هذه المخدرات قلت بنسبة 90% يعني بعد أن كان مثلا يتحدثون عن أنه كان مثقال الواحد ربما يتحدثون هي شي لهذه المخدرة كان يباع بمئة دولار الآن يباع بعشرين ألف دينار عراقي يعني أقل من 13 دولار يمكن 12 دولار معرفة بمبلغ زهيد مقارنة أكثر من 90% من سعره قد انخفاض هذا انخفاض السعر سوى وفرة كبيرة والوفرة من هذه المخدرات قددت إلى انخفاض السعر وبالتالي صار في متناول الجميع والجميع يتعاطونه لا وجود المستشفيات يعني مثلا يتحدث عن البصرة البصرة كلها فيها مصحة واحدة لعلاج المجمنين وهذه المصحة التي توفر بها يعني أدنى شروط القدرة على مواجهة القضاء على هذا الإدمان أو معالجة هذا الإدمان فبالتالي ليس لدينا مستشفيات لدينا ليس لدينا مراكز صحية مصحات خاصة بهؤلاء الأعداد تزداد المجمنين أعدادهم الكبيرة السجون مملوئة هؤلاء يعني زالت زادت عمليات السطو المسلح زادت عمليات الاقتصاب القتل السرقة القتل العمد التسليب كلها زادت والميليشيات ترعاها الميليشيات تسلب من ناحية والمخدرين من ناحية وبالتالي المجتمع ينهار حقيقة بهذه المخدرات البصرة تتصدر هذا المشهد في التعاطي الإدمان الترويج في البيع بيع المخدرات في تعاطيها في تسويقها سعرها منخفض الحقيقة الشباب يسعي إليها تقدم لهم بطريقة أو بأخرى يعني محلات الخمور يفجرونها يقولون دينيا كذبة كبيرة يعني الفساد ماذا يفعلون في الفساد كلها هذه كلها مبقات وكلها في العراق خراب ودمار وبالتالي المخدرات جزء من دعم اقتصاد إيران جزء من تحويل أموال إلى إيران أي حساب العراقين أي حساب صحة الشباب العراق أي حساب حياة العراقين وحياة العراق حقيقة هذا الوضاء وضاء فيروس المخدرات أخطر فعلا من فيروس كورونا في العراق مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهت ركوكم بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة